موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي بحب هن كل النساء وأقول لهن كل عام وأنتم بخير الكتاب المقدس يتحدث عن المرأة بقيمة عظيمة جدا ورح نتكلم عن هذا الموضوع بعنوان نساء منتصرات ولكن في البداية أنا عاوز طبعا أدمج الكل ولا أنسى النساء المثكلات والنساء المتضررات ولسيما من الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا بمروا في ظروف صعبة جدا والنساء اللي عم بتشوف أولادهن بعانوا من أمراض أو بعانوا من مجاعات أو أولاد وبنات بيذهبوا إلى الحرب بسن مبكرة أو يستغلوا أو يستخدموا من أجل سادة بسبب طمعهم فأريد أن أعزي كل النساء وأشجعكم أنه فيه إله عظيم ينظر إلى كل امرأة والرب يسند قلبك والرب يعزيك والرب يباركك ومن ناحية أخرى بحب أهنئ جميع النساء اللي كافحوا في المجتمع واللي وضعوا بصم كبير في هذا المجتمع اللي وصلوا إلى أعلى المستويات حتى وصلوا إلى الكواكب يعني فوق هذا الكرة الأرضية أو سطح كرة الأرضية وفعلا وصلوا إلى اختراعات ووصلوا إلى أمور علمية مذهلة وإلى قيادات ورئاسات وحكومات فبحب أهنئ كل النساء كل عام وأنتم بخير واليوم رح أتكلم عن المرأة بشكل عام في الكتاب المقدس ورح نأخذ بعض المكالمات من بعض النساء اللي بيتكلموا شو المسيح ترك أي بصمة على حياتهم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلاً أحبائنا مشاهدينا والحلقة اليوم تتعلق في يوم المرأة العالمي ومرتاني أحب أهنيكم في هذا اليوم كل عام وأنتنا بألف خير خلينا أتكلم عن بعض الأوصاف اللي بيذكرها الكتاب المقدس عن المرأة وطبعاً بالمقارنة خلينا بس أقول في البداية أنه قيمة المرأة في أيام المسيح كانت قيمة يعني لا قيمة لها بالذات في أيام الرومان واليهود طبعاً التقليد اليهودي والسامريين جميع هذه الحضرات وضعت المرأة في مستوى منخفض ولكن لما بتيجي للعهد الجديد للرب يسوع المسيح نرى أن المسيح يرفع من شأن المرأة ويقدرها ويحترمها ويصفها بأعظم الأوصاف أحبائي أوصاف كثيرة للمرأة في الكتاب المقدس فمثلاً الشيء المعروف في سفر الأمثال إصحاح 31 من آية 10 بيتكلم ويقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق كل اللقال امرأة فاضلة وهذه الامرأة بيتكلم طبعاً مثل رعوث المؤبية رعوث المؤبية اللي طبعاً اختارت الإله الحقيقي إله حماتها نعمي ويقول عنها الكتاب امرأة فاضلة كرعوث ورعوث بالجدير بالذكر أصبحت الجدة الكبرى للنبي داود وطبعاً من النبي داود أو من سلالة النبي داود جاء يسوع المسيح ثم يصف الكتاب المقدس مش بس فاضلة امرأة حكيمة وقوية الشخصية وبتشوف هذه المواصفات عدة مرات في سفر الرؤية ومرة تاني في سفر الأمثال ومرة أخرى في سفر الأمثال بيسميها المرأة المتقية الرب تمدح فهذه المرأة هي التي تمدح من بعض المواصفات اللي بيتكلم عن المرأة المرأة الفاضلة تاج لبعليها سفر الأمثال إصحاح 12 والآية 4 إذا كان يصف الكتاب المقدس أن الرجل هو الرأس فالمرأة هي زينة الرأس في التاج الذي يتوج على رأس الرجل فهي تاج لبعليها ثم يصفها الكتاب المقدس أنها هدية من عند الرب المرأة هدية من عند الرب أمثال 19 والآية 14 يصف الكتاب بسفر الأمثال أنها مجتهدة ومدبرة وصف آخر للمرأة مكتوب امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك مزمور 128 والآية 3 وطبعا الشرقيين سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن نعرف الكرمة لما تكون مثمرة ومزينة كل البيت في العناقيد اللي بتدل منها عنقيد العنب الجميلة فيصف الامرأة ككرمة مثمرة ووصف آخر للمرأة هي التي وضعت أولوياتها بالشكل الصحيح وهذه المرأة المتقية المرأة الفاضلة هي مثال صالح وشهادة لامعة في المجتمع في كلامها في تصرفاتها في سلوكها وفي مظهرها أيضا المظهر اللائق المحتشم أيضا يصف كده مر الكتاب المقدس المرأة لها إيمان عظيم جدا كالمرأة الشونمية في أيام النبي أليشع والمرأة الكنعانية اللي مدح إيمانها الرب يسوع المسيح في رسالة بطرس يصف المرأة زينتها الروح الوديع الهادئ هذه المواصفات الداخلية الجميلة الحلوة للمرأة المرأة محبة تتميز بالمحبة والتفاني والتضحية الكاملة فالأم والمرأة هي مدرسة وهي أيضا ممرضة وهي بلمساتها وبحنانها وبحضنها هي الحضن الدافئ والبلسم الشافي لأولادها ويقال عندما طلب من مساجين من إحدى السجون أن يكتبوا رسالة لأكثر شخص محبب على قلوبهم الأغلبية الصاحقة أكثر من 80% كانت الرسالة للأم كانت الرسالة للمرأة بيوصفوا محبتها وإتضاعها وجمالها الداخلي وعفتها وهدوءها أيضا اللي ساعد في نمو البيت وأن سيرتها الطاهرة تربح الرجال بدون كلمة كم من الرجال الذين أتوا إلى الإيمان وآمنوا بالرب يسوع بسبب سيرة النساء والمرأة يسميها الكتاب المقدس مقدسة في الرجل فهي يعني شريك ومساوي ووصف المسيح هذا المبدأ بشكل جميل وواضح يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وهذا بيرجع على سفر التكوين أنه الله خلقهما ذكر وأنثى يعني متساوين في كل شيء وهذا اندل على شيء بدل على خطة الله العجيبة الفريدة إنه الله يسمح بهذا الشيء يصف الكتاب المقدس المرأة أنها زيتونة خضراء مزمورة 52 آية 8 ولكن الوصف هو في أرمية إصحاح 16 آية 11 زيتونة خضراء ثمر ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك كما إنه كرمة مسمرة أيضا زيتونة خضراء ذات ثمر جميل وعندما جاءت واحدة من النساء قالت للمسيح طوبة للبطن الذي حملك والثديين الذي رضعتهما واضح أنه الله اختار القديسة المطوبة مريم العذراء أن يأتي المخلص مخلص البشرية كلمة الله من أحشاء المطوبة المكرمة مريم العذراء والرب يسوع اتعامل مع نساء كثيرات في العهد الجديد يعني مثل نازفة الدم التي تجرأت ولمست هدب ثوبه ثم قال يسوع لها إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام أو المرأة الخاطئة قال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام لوقى الإصحاح السابع ويعوزني أن أتكلم عن نساء كثيرات اللواتي تبعنا الرب يسوع وخدمنا الرب يسوع من أموالهن والنساء اللواتي ضحّت مثل مريم المجدلية مثل مريم أم يسوع مثل مريم التي من بيت عنيا أخت العازر ومرثة أيضا ونساء كثيرات عملنا حسنا أما أنت ففقت عليهن جميعا المرأة المتقية تمدح ويعوزنا الوقت أن نتكلم عن أوصاف وأوصاف للمرأة فالمرأة مخلوق عجيب فريد متميز وفعلا هي في مخطط الله وفي ترتيب الله أحبائي بتأمل أن هذه المقدمة أن أعطت وضوح عن فكر الكتاب نحو المرأة لأنه للأسف إلى يومنا هذا ما زالت المرأة تهان وما زالت تقبح ويقلل من قيمتها وكم من النساء اللواتي يضربنا ويهجرنا وكم من النساء اللواتي يهملنا سواء في الميراث أو في الشهادة أو حتى في المجتمع بيوصف النساء كل أنواع بينعتهم كل أنواع الصفات التي لا تقوم على المرأة ولأنها مخلوق عجيب يكفي أن نقول مخلوق على صورة الله الأدبية والروحية فأنا عاوز أشجع المرأة التي تشاهدني أن يسوع أحبك وأعطاك ميزة خاصة في مخطته ولك مخطط رائع أن الرب مش ناسيكي ولا مهم لك انطفضي قومي استنيري استيقظي لأن الله عنده مخطط أروع وأكبر حتى من المخطط اللي أنت رسمتي لحياتك أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاتفية رح أخذها الأخت مريم أهلا وسهلا الأخت مريم من مصر أنت معانا على الهواء أهلا سلام المسيح يا أسيس سلام المسيح معك ممكن أسألك سؤال أخت مريم ممكن أسألك أنه لما ألو أيوة أنت معانا على الهواء تمام أهلا أتفضلي أخت مريم أنه أنا من خلفية إسلامية نعم وكنت يعني في بيتنا كنت بتعامل بطريقة كويسة من بابايا فكنت فكرة أن إلاهي حيبقى زي بابايا بس للأسف في الدوائر القريبة قوي من البيت شفت ستات كتير انقسلت اللي مخدتش مراسها اللي جوزها اتجاوز عليها واكتشفت ستاع بيت واللي خافوا أن أجوازهم يتجاوزوا عليهم فكانوا دايما مرضانين والفكرة دي هي اللي أول حاجة فقريت خلتني أفكر أن أنا لازم أبحث من الإله الحقيقي لأن مش منطقي إله يكون خلقني عشان يعذبني في الحياة لحد ما لقيت المسيح المسيح ليه كل النبط خلقني على صد ومثاله الدنيا الكرامة والمكانة اللي مدهليش إله الإسلام أنصفني في كل المواقف وكان ده واضح منه في العهد الأزيم الجديد يعني لما الزب يقول أخلق لآدم معين النظير نظيره يعني أده بالضبط فده معناه أن في تقضي بين الرابل والمرأة الزب كمان أرشى مبدأ أنه سوايا من أول فصل ومن أول إفحاح الكتاب ونعطي الآخر كمان عن التقضيب بين الرابل والمرأة وفي آية في الانجيب ليس بعد عدو ذكر أو أنسا لأنكم جميعا واحد بالمسيح يسوع وكمان ربنا قرم المرأة لما قال إن رأوا واحدة لرجل واحد دا كان بالنسبة لحال المشيط للصدار العربية كلها يعني لو كل واحدة متجوزة واحد مية مطمونة أنه مش حيبص عليها أو متجوز عليها ها كل مرتاحة لما بنشوف كتاب المقدس هنلاقي ربنا مبكد المرأة ذكينا لأننا مصد عجلة حتى الدينية عندنا مثلا دبورة كانت هي قاضية للشعب أول مسبحة التريف كانت مريم أخت موسى لما سبحت الرب اللي بنخرج من أرض مصر نعم عندنا الملكة أكتير محلفة الشعب نقول كمان في العهد الأذين ظهر للستات زي نظهر للرجال ونشوفه ظهر لهذا لأنه لأنه أم خمزين وأنه لأنه شمشون وكان فيه مسوابج أول خالص نيجي بقى زينا لذور لذورة التاج البريطاني ضرة الكتاب ودي كان أول عرب ولمحبة كانت شغلة داري جدا في أيام الإسلام لربنا تدهي لأنه عرفت المسيح أني لقيت أن ربنا رسخ أن للذكر ليس محظر الأنسة في الميروس لو رجعنا قصة البنات في الحفاظ هنشوف أن ربنا الدني مرسخ مع أني ما كانش عندهم إخوة سبيان وكان داخل الأذين أن الأرض يتملك للرسل فقط وليس للأنسة لكن ربنا أنصفهم فعلا لو جاء بعض الجهور سبع الشبس ولا حرق لدينا كفر محتاجين نكتبها وإذا المسيح أنصف المرأة أكثر حاجة مقفت إخدامه وتوقفتني لم المرأة الممتكة في ذات الفعل اللي حصل أن تأثير عليها الرجالة مفروض في شريعة لنسة إن لو تنين ممتكين في ذات الفعل ستعل ممتكين بيرجانه فهنا معجلوح على الراجب لهم الشريك الأطبع لكن مسكوا الشريك الأرعف وحطوه إباني المسيح وقالوه بإذا نفسك ماذا فالفعل مطلب رعب فيها إيه لكن المسيح نففل وقال لها وانا أنا أيضا هدينك إذهبي ولا تفتقي وقال لها إن كان من كن دي ختمة فلي رفع عنها الاتحاني بإمكانية سبب لفوائل الجدالة أخت مريم أخت مريم لو سمحت بس الصوت مش واضح إذا ممكن تعود الاتصال وتعيد الفكرة كمان مرة لأن الصوت عم بقطع أوكي تمام لو سمحت يعني أوكي طيب حتى نطلق المكالمة مرة تانية من من الأخت مريم الكتاب المقدس بيذكر عدة نساء في نساء طقيات مؤمنات في العهد القديم وفي نساء شريرات برضو كانوا بمثابة ضمار بسبب شرورهم النساء الطقيات بنسمع مثلا عن زوجة نوح صارة تعتبر أم المؤمنين هاجر اللي الله شرفها أنه أكثر واحد يظهر لها ظهر لها مرتين وكمان أعطاها اسم إسماعيل بمعجزة حني أم سموئيل الرب أعلن أنه رح تولد سموئيل اللي يعتبر أعظم قاضي وأعظم نبي كان في إسرائيل وهكذا نساء كثيرات منهن يكباد أم موسى بالإيمان أخفت موسى أدركت أن الله عنده مخطط لهذا المنقذ العظيم الكتاب يتكلم عن ست اسمها أبي جيل أو أبي جايل أبي جايل حمت يعني كل قبيلتها من مجزرة كان ممكن يرتكبها دقود بحكمتها خلصت يعني زوجها وكل القبيلة كان زوجها يعتبر شخص لئيم وطبعا بعدين الرب ضربه وهكذا نرى نساء كثيرات اللي كانوا مستخدمات مثل أستير الرب استخدمها لوقت مثل هذا مثل هذا أنه حمت شعبها من إبادة جماعية دبورة اللي الله استخدمها قاضية ونبي واستخدمها حتى تكون سبب خلاص لشعبها إذا انتصرت على الأعداء الكتاب يتكلم عن خلدة النبي في العهد القديم ويعوز الوقت أنه نتكلم عن كل النساء وطبعا النساء كثيرات من العهد الجديد ممكن نذكر البعض منهم ولكن عاوز أرجع للمكالمة من الأخت مريم أهلا أخت مريم أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أخت مريم سلام المسيح معاك يا أسيس سلام المسيح أنا كده أدرس معك كويس وأنا سعمك كويس كمان تفضل أخت مريم تمام خلينا أسيس نبقى متفقين أن سبب أزمة المرأة في العالم بالذات العالم العربي هي سبب السكوت هي سببها السكوت لأن لم يكن هكذا منذ البيت ربنا خلق من الأول الست والراجل على قدم المساواة ولما جاء خلقها قال أخلق له أصنع له معينة نظيره نظيره يعني أده بالذات ومساوا مظبوط وحنلاقي ربنا كان مساند للمرأة منذ العهد القديم من أول آية في الكتاب المقدس لحد الآخر لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد الخطيئة سببت تشوه في الحالة الإنسانية وتقال أن يعني ربنا قال لهم أن ده اللي حيحصل أن هو يتسيد عليك فالرجل طول الوقت بيحاول يتسيد على المرأة طبعا لو موفوش المسيح لكن لو الشخص اللي فيه المسيح هو عارف أن المرأة أده نظيره لكن لها عمل مختلف كل واحد فيهم لا غنى له عن الآخر لكن ربنا كان إدى لما جيه في الجسد إدى مثال واضح كيف نعامل المرأة بمعاملته هو فلما جيه صلح حتى الكيان اليهودي نفسه لأنه كان من معالمين اليهود كان برضو بيستأسد على المرأة الست المرأة الممسكة في ذات الفعل في شريعة موسى موسى قال لو كان فيه اتنين موسكوا في ذات الفعل يعني فعل الخطيئة الزنا اللي اتنين بيرجموا حتى الموت هما لما جم مسكوا الست دي في ذات الفعل استأسدوا عليها لأن هي الطرف الضعيف سيبوا الطرف القوي يهرب فلما جابوه قدام المسيح وقالوا له هنعمل فيها إيه المسيح شايف أن القضية مش مكتملة الأركان وعرف أنها مش مكتملة الأركان لأجل المرض اللي في نفسهم إزاي نحط اللوم على المرأة الوحدها فما قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر أولا وقال طبعا كل واحد فيهم مشي لأنه شاف نفسه في مراية المسيح عارف أنه كلهم خاطئ ولما مش يقال لها أما دانك أحد ولا أنا أيضا أدينك لما قلت له لا يا سيد فده هو ده المسيح المسيح كمان أنصف المرأة لما معلقش عليها أخطاء المجتمع زي عادة النساء دلوقتي بتشوفهم يقول لك الست البيسي كذا البيسي كذا ما تبينيش حاجة منك لحسن الرجل مش قادر يمسك نفسه من الشهوة المسيح قال إيه إن أعصرتك عينك فاقلعها لأن أصل الخطيئة مش من الخير أصل الخطيئة من داخل الشخص قلب تخرج الأفكار النجسة مظبوط المسيح كان تلمزته كان فيه ستاته وكان فيه رجالة ويخدمونه بأموالهم بأموالهن والمسيح كان متضع كفايا يقبل كده المسيح كان وقف جنب مرأة ساكبة تطيب لما الفريسي الفريسي ده هو مفروض من أعلى درجات المؤمنين في اليهودية وبص لها بصة محتقرة لأنها بالنسبة له دي مرأة وبالنسبة له خاطئة لكن المسيح وقف جنبها وقال له إن دي أعظم منك لأنها أحبت كثيرا حيغفر لها كثيرا إعلان ربنا كان بكل وضوح في إنصاف المرأة لما المسيح اتسأل عن الطلاق وقال لهم لم يكن هكذا منذ البدء أنا سمحت لموسى يشرع لكم الطلاق عشان قصودكم تجاه المرأة احترم مشاعر المرأة احترم تاريخ المرأة زي ما وقف مع السامرية مع إنها كانت مرزولة من خمسة رجال واحترمها وفضل وراها لحد ما شعرها بمحبته فذهبت وكتأول كارزة في التاريخ دخلت وكارزت لكل القرية بتاعتها وجابتهم كلها للمسيح هنقول أكتر إيه من إنه هو اتخذ المطوبة لعزراء مريم بوابته لدخول العالم نقول إيه لأنه ما كانش يأخذ الديئن إيه بتاعت البشرية لأنه هو بلا خطيئ أول واحدة مدحها مدح المرأة كان عنية لما قال لم أجد إيمان في كل إسرائيل مذل إيمان هذه المرأة المسيح كان فيه حتى في العهد القديم ظهر للنساء كما ظهر للرجال كأقنون للكانبة زي ما ظهر لهاجر ظهر لحنة أم سموئيل ظهر لأم شمشون المسيح ودي بقى بقول عليها أن أهم حاجة هي دي كتعربون المحبة لما عرفت المسيح لما أول مرة قريت قصة بنات سلحفاض واكتشفت أن المسيح أرثى لمبدأ المساواة في الميراث ما فيش حاجة اسمها عندنا للذكر مثل حصل الأنسيين الزكر والأنسى يارسون مثل بعض بالزبط فحتى لو كان البشر ظلم المرأة المسيح لكل المجدول إكرام هو اللي رجع لها مكانتها أشكرك يا رب أشكرك لأنك أنت فتقطني ورفعت رأسي أنت مجدي ورافع رأسي لأنه هو فعلا أثبت لي بكل بكل الطرق أنه هو كان نصير لي وأنه أنا كان عندي حق من وقا أنا صغيرة لما عرفت أن ربنا مستحيد يكون بيحب راجل أكتر مني لمجرد أنه أنا اتخلقت أنسى لا أنا مخلوقة على صورته ومثاله هو قال كده قال كده على آدم وقال كده علي له كل المجد في الكنيسة وفي العالم أمين 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 أخت مريم وطبعا أنت بتتكلم من واقع الاختبار أنت بتتكلم كعابرة وعم تعمل المقارنة يعني إيه المسيح عمل في حياتك وهذا اختبارك أنت أنه كيف المسيح رفع من قيمتك وأعطاك أهمية قسوة أو أهمية عظمى مظبوط صح لأن أنا في الإسلام أنا ما شفتش كده أنا شفت أنه أنه معظم أهل النار من النساء لكن المسيح في الكتاب المقدس قال لا ليس بعد يهودي ولا يوناني ولا زكر ولا أنسى لأن أنا واحد في المسيح هو ده اللي ميكسنس هو ده اللوجيك لأن الإله اللي خلق مش هيكره خلقته فأنا بصلي بكل قلبي أن كل النساء اليوم تقعد وتفكر هل طبيعي أن الإله اللي خلقك يخلقك ويحط عليك زي غلطة أن أنت مخلوقة أنسى فيشيل منك كل المميزات في الدنيا وكمان في اليوم الأخير تبقى أنت تلت ربع أهل النار هل ده عادل أكيد مش عادل لا طبعا مش عادل طبعا بالعكس بالعكس وأنا بشكرك كتير أخت مريم على هذه المداخلة ربني يباركك وربني يحميك وربني يستخدمك أيضا يعني خليني أرجع للقصة اللي ذكرتها الأخت مريم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وبالحقيقة أنه أحضروها مش على أساس أنه كانت خاطئة ولكن بسبب الحقد على يسوع والكراهية ضد يسوع المسيح واعترضوا الجمهور في منطقة الهيكل وين كان المسيح بيعلم وجعلوا من هذه المرأة وقودا لتغذية نيران حقدهم على يسوع المسيح فابتدأوا كأنه بيحاموا عن الشريعة وهذا دايما حالة المتدينين مظاهر الأشكال التدين الخارجي دايما بيستخد متدين الخارجي للدفاع عن خطايا مميتة مظلمة في حياتهم الداخلية فمن الأسهل أن تتكلم من بالدين من أن تعلن يعني حالتك الداخلية أمام يسوع المسيح لأن كل شيء عريان ومكشوف أمام يعني كلمة الله نور المسيح كمان بيفضح كل ظلم في حياة هؤلاء المتدينين كانوا بيتميزوا بالرياء كانوا ممثلين يعني كأنوا بدافعوا عن الشريعة وأنه أنا مثل هذه ترجم طب طالما أنتو رجال الدين طب روحوا ارجموها أنتو ليجبتوها ليسوع المسيح ولو قال المسيح ارجموها طبعا بيكون معارض للحكومة الرومانية اللي بتلك الأيام ممنوع منعا باتا حكم الإعدام بدون التصريح من الوالي الروماني شخصيا فطبعا المسيح أجاب بحكمة ورأى قلوب هؤلاء الناس الغلظين اللي تمثلت حياتهم بالرياء المبرقع والعدال العرجاء قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر وفعلا ابتدأ الكل يترك من الكبير إلى الصغير والرب أنصف هذه المرأة بالطريقة الصحيحة بالطريقة الكتابية قال لها اذهبي ولا ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي بعد خلاص ستوب يعني وقف حياة الخطية يعني عالج الخطية وفضح الظلمة في قلوب هؤلاء المتعطشين إلى الدماء اللي بيحاولوا أنه يجدوا في المرأة عورة لكي يرجموها إذا مش بالحجارة في العيون القاسية والأياد المجرحة والقلوب القاسية والعدائية والحاقدة ضد المرأة كأنه المرأة السلعة كأنه المرأة بضاعة كأنه المرأة الشيء ثانوي ولا ندرك أن الكتاب المقدس من التكوين من الخليقة خلقهما ذكرا وأنثا بنفس المساواة والكتاب المقدس في العهد القديم أظهر بشاعة الخطية ودينونة الخطية في نفس الوقت ولسيما اللي تزوجوا أكتر من مرأة كانت بيوتهم محطمة حتى سليمان الحكيم فقد حكمته وأملنا وأزغنا قلبه وابتدأ يروح وراء آلهة غريبة إلا أنه في آخر حياته طبعا تاب ورجع إلى الرب الكتاب الكتاب يتكلم عن عواقب الزواج بأكثر من مرأة فمن البداية الرب صرح أنه رجل وامرأة الاثنين جسد واحد لم يقل نساء ولم يقل رجل ورجل أو امرأة مع امرأة وضح أنه رجل وامرأة وهذا هو الترتيب الإلهي والنظام الإلهي والكتاب المقدس خلينا أتكلم عن أربع أمور الكتاب المقدس في العبرانيين صحاح 13 بقول والمطجع غير نجس يعني ليكن كل واحد امرأته والمطجع غير نجس ليه الرب عم بقدس هذا الزواج لعدة أسباب واحد لأنه الله هو اللي أسس نظام الزواج هو اللي قال ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظيره وفعلا أوقع سبات على آدم وأخذ ضلع من جنب آدم وبناها وجبلها وأحضر حواء لآدم قال هذه امرأة من امرئ أخذت عظم من عظم ولحم من لحم فإذن الرب هو المهندس هو المؤسس هذا الزواج الشيء الثاني في رسالة ملاخي النبي ملاخي في الصحة 2 بيتكلم أن الزواج عهد وليس عقد مش مجرد كنتراكو كنتراكو بتحط إيدك في إيد واحد وخلاص تطفق مع واحد ابنك لابنتي أو بنتي لابنك وهكذا لا لا عهد زواج مقدس من طرف إلهي الله هو الشاهد على هذا الزواج والسبب الثالث أن المسيح بارك هذا الزواج وقدس هذا الزواج بزيارته لعرس قانا الجليل حضور يسوع ووجود يسوع في قانا الجليل هو تقديس وتكريم لهذا الزواج والشيء الرابع أحبائي بولوس بيتكلم عن هذا الزواج سر عظيم لما بيتكلم عن النساء يخضعنا لرجالهن والرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها يعني الرجل بيحب امراته إلى درجة التضحية فإذن هذا السر عظيم من نحو الكنيسة فبيتكلم أنه الكنيسة هي عروس المسيح وهذا السر من الأسرار الإلهية لأجل هذا الزواج مقدس إخوتي وأخواتي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي نريد أن نقول في هذه الحلقة أنتن نساء منتصرة معنا على الخط على الهوى الأخت نادية الرحال أهلا وسهلا أخت نادية أنت معنا على الهوى أهلا وسهلا فيك السيس كيفك؟ يا هلا يا هلا أخت نادية خليني أسألك لما بتسمع من قول أن يسوع كرم المرأة ورفع من قيمة المرأة شو بتعني لك هذه الكلمات؟ السيد المسيح أكرمني بعد عذاب ثلاثين سنة بالاضطهاد والضرب والعذاب والحرمان وعندي ستة أولاد راحوا مني بعد ما جيت للسيد المسيح أكرمني ورجع المسلوب ورجع أولادي كلهم أنا بعبده بحبه سلمت حياتي لإله لأنه أكرمني وعطاني كرامي أنا قرأت الكتاب المقدس لقيت كل كل التكريم للمرأة أعطى أسر بالكتاب بالعهد القديم أعطاها تكون ملكي أعطى نعمة بعد ما كانت عاقر وما بتجيب أولاد أعطاها نبي وأعطاها ساموئيل ساموئيل النبي حنة 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 سوري حنة هي جابت ساموئيل وأكرمها بعد ما بالصلاة أكرم السامرية وبشرت باسمه أكرم المريميات أكرمني وأكرم كل كل نساء العالم كل ست كل ست بتجي لسيد المسيح بتشوف الطيبة وبتشوف الحنية وبتشوف الكرامي وبتشوف نحن نحن وقت نجي لسيد المسيح منشوف الطبطب علينا منشوف الحب السيد بدها حب بدها اهتمام بدها رعاية سيد المسيح أعطانا الخلاص أعطانا الحياة الأبدية يعني في أعظم من هذا الحب أسلم نفسه علشاني أنا وأعطاني كرامي وطبعا بس الجدير بتذكر أخت نادية أنت عابرة طبعا إلى المسيح أكيد وأكيد اعتبرت حلاوة المسيح أمين إذا ممكن تشاركينا في بعض من هذه الحلاوة يعني حلاوة يسوع المسيح كيف افتقدك ولو بكلمات بسيطة أنا طهت لثلاثين سنة وكنت بدور على الراب مين هو الراب ما كنت أعرف مين هو الراب لأجي يوم وعرفت مين هو السيد المسيح كنت وحيدي انسلبت أولادي مني وانسلبت حياتي مني وانسلب الحب مني إجي السيد المسيح دور علي ولقاني وأعطاني كرامي وأعطاني حرية أنا شفت الحب منه وأنا شفت الحياة الأبدية منه وأنا شفت الحلوة والعشرة عشرته عشرة السيد المسيح كتير حلوة صدقوني كل الناس اللي عم تسمع هلأ صوتي أنا يعني قديش أبوي بحبني لا السيد المسيح هو أبوي وحياتي وعائلتي وكل شي بحياتي وأنا هو عطاني حياة أبدية إذا أنا بموت هلأ أنا عرفاني وان رايحة رايحة لعنده أنا بشكره بعظم اسمه أمين أمين أخت نادية ربنا يباركك وربنا يستخدمك وربنا يحميك كمان في نفس الوقت شكراً كتير أمين أخت نادية رب يكون معاك أحباء المشاهدين يعني شيء لفت انتباه من كلام الأخت نادية أنه قالت المسيح كرمني والمسيح حررني وفعلاً هذه رسالة يسوع المسيح بغض النظر انت عابر من المسيحية الإسمية أو من الإسلام أو من أي خلفية أخرى درزية شركسية أرمانية سريانية كلداني أشوري يعني بغض النظر الخلفيات اللي بيشاهدونا هاي هي رسالة المسيح كنت أعمى والآن أبصر كنت عبداً مقيد بأصفاد وأغلال العبودية وأصبحت حر في يسوع المسيح وهاي رسالة الرب للجميع للرجال والنساء للجميع أغنياء وفقراء رجال ونساء بغض النظر شو خلفياتنا جاء المسيح فعلاً يعني بحب الآية في يحنى عشرة عشرة يقول الكتاب الإرهاب لا يأتي إلا ليقتل ويذبح ويهلك أما يسوع قال أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل المسيح يعتبر الشامبيون للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة قبل ما يكون فيه جزء من الأمم المتحدة لحقوق المرأة لما بنرجع للإنجيل والرسل بتشوف كم من هذه الحقوق العظيمة اللي الرب يسوع اتكلم عنها تعرفوا كان فيه عداء تاريخي بين السامريين واليهود والكتاب في يحن أربع أربع مكتوب كان لابد له أن يجتاز السامرة مع أنه كرباية يهودية كان ممكن يروح للشرق لغور الأردن ويدور حول المنطقة إلى الجليل ولكن كان لازم يروح لأنه شاف بمخطط الإله كما قال في يحن أربعة أربعة وثلاثين طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله والطقى بامرأة سامرية عند بئر صخار وهناك بادرها بالحديث وعبر عن احتياجه للماء الجسدي لأنه كإنسان المسيح كابن الإنسان كان عطشان ولكن حول الاحتياج الجسدي إلى احتياجها الروحي لأنه قال كل من يشرب من هذا الماء يعتش وتكلم عن مياه حية تفيد من البطن أنهار مياه حية إلى درجة أعلن أنه المسيح المسيح المنتظر للمرأة السامرية جاءت المرأة لتستقي ماء ولكن تركت جرتها وركدت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعل العلا هذا هو المسيح وكما سمعنا من الأخوات المباركات فعلا المرأة السامرية كانت بمثابة شهادة لبلدتها إذ مكث المسيح يومين وآمن به جميع البلدة واعترفوا اعتراف مهم جدا أن المسيح بالحقيقة أنه المسيح مخلص العالم مخلص العالم وهكذا الرب يسوع كسر حاجز العنصرية بين اليهود وبين السامريين أعلم أنه لا فرق بين رجل وامرأة بين ذكر أو أنثى بين عبد أو حر وللأسف إلى يومنا هذا حتى ما زالت تمارس بيع البنات وبيع العبيد وطبعا هذا ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس ورأينا أحبائي واحدة من المريمات مريم المجدلية من مدينة المجدل عند بحيرة طبرية بلد عظيمة فيها ميناء كبير وهناك كان في بيزنس وومن كانت امرأة عندها عمل ولكن كانت مضروبة بالشياطين وبحسب الكتاب المقدس يقول أنه أخرج منها يسوع المسيح سبعة شياطين تخيل كم كانت حياتها تعيسة حياتها يعني مرعبة حياتها مظلمة تخيل كيف يصف عندما يحل شيطان أو يسكن شيطان في داخل إنسان فيبتد يزبط بيصير يطلع زبد من فمه وابتدد عنيه تحول وبيتحرك بشكل الصرع ويرتمي وينطرح على الأرض بسبب ضربة الشياطين وشفنا الولد اللي كان مسكون كان بيرمح في النار وفي الماء وشفنا شخص واحد اللي كان فيه كتيب كامل لاجئون ألاف من الشياطين كان يجرح نفسه وكان يصيح ويصرخ وكان يسكن في القبور فاتخايا المريم المجدلية عندما سكنها سبع شياطين هذه المرأة المحترمة عندها بزنس محترم في المجدل ولكن أخرج منها سبع شياطين وأصبحت تلميزة وأصبحت تابعة للرب يسوع المسيح وأصبحت معيلة للرب يسوع خدمت الرب يسوع وأعالت الرب يسوع من أموالها مع النساء أيضا اللواتي خدمنا يسوع المسيح مثل المجدلية مثل سسنة ونساء أخريات وتخيلوا معي أن مريم المجدلية لم تعرف خوف ذهبت مع المسيح إلى الصليب ولم تكتفي بهذا بل ذهبت إلى القبر ترى أين القبر ومش اكتفت كذلك جاءت في اليوم الأول يوم الأحد صباحا باكر حتى تقدم الكفن اللائق بما يليق بشخص المسيح وكانت أول شاهدة للقيامة إذ شرفها يسوع وأكرمها يسوع أن المسيح ظهر لمريم المجدلية أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل سأواصل حديثي ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا بحب أحيي النساء المنتصرات اللي تحملوا أشد العزبات وحتى في الرسالة العبرانيين مكتوب يعني أخذت أمواتهن يعني كان عندهم الإيمان بقيامة يسوع المسيح حتى النساء كانوا بيذهبوا مع الأولاد في أيام نيرون بإضطهاد نيرون وتشجع الأولاد أنه بعد قليل بتغمض عين وبتفتح عين بتكون مع يسوع يعني كان عندهم إيمان بالقيامة واجهوا كل أنواع الصعوبات وما زالت النساء ولسيما في الأماكن المغلقة يمكن الرجل بيقدر يتحرك من مكان إلى مكان يعني أتكلم عن الرجل الذي يؤمن بالمسيح ولكن للأسف في كتير من النساء لا تستطيع التحرك بل يضطهضن أيضاً من عائلاتهن وفي بيوتهن في قصة عجيبة كيف أنه الرب يعني مدح بالعهد القديم في مدح للمرأة الشنامية كانت إيمانها عظيم جداً وفي العهد الجديد الرب مدح المرأة الكنعانية الشعب كنعان كان ملعون وبيتكلم عنها إنها سورية في نقية يعني وكانت تسكن في صورة صيداء في نفس المنطقة وين كانت إزابيل الشريرة اللي قدمت عبادة الوعي البعل مشان هيك كان فيه أماكن عبادات وذبائح للشياطين وابنتها كانت بنتها كان مسكون فيها شطان وأجت وتوسلت ليسوع ابن دؤود أن يرحمها وفعلاً الرب مدح إيمان عظيم إيمانك ورب بكلمة شف بنتها من مسافي ورجعت وابنتها تحررت من الشطان تخيل إنه الكنعان يعني يعتبر شعب ملعون ولكن في برنامج يسوع ما فيش لعنه حول اللعن إلى بركة وفي قصة كمان يعني غريبة طبعاً بالنسبة للشعب المعاصر في أيام المسيح في لوقا 21 بيتكلم إنه فراء الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة وراء أيضاً أرملة مسكينة ألقت هناك فلسن يعني سعر بالزبط ارغيف خبز توكل ارغيف الخبز وخلاص فقال بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله وأما هذه فلاحظ فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي عندها يعني في العادات تعرفوا لما بيبنو مجمع أو بيبنو كنيسة أو حتى في أيامنا بيبنو مسجد تيجي الناس بتنهال في العطاية النساء تخلع الذهب وبتحط في القرابين ولكن يعني جيسوس يعني ما كانش الأمر يبهر المسيح لأنه بالحقيقة هؤلاء أغنياء فألقوا يعني من الفضلة يعني عندهم كتير ولكن الأرملة ألقت كل ما عندها لأنه كان رجاءها في الله فاحنا بنحكي عن يسوع أنه للشامبيون للعدالة الاجتماعية في المجتمع في تلك الآيام لا ينظر لتقدمة هذه المرأة بسيطة يمكن يصخروا منها ولكن لمست قلب يسوع وحركت مشاعره ومدح هذه الإمرأة اللي ألقت كل رجاءها على الرب لأنه الفكرة مش كم بتعطي كم يبقى في الجيبة مش نقود من حديد ولكن نقود فعلا الأكثر من الحديد تعطي قلبك وحياتك كما يقول رسول بولوس أعطوا أنفسهم أولا حبائي في هذا اليوم يوم المرأة العالمي أريد أريد أن أقول لكل امرأة تشاهدنا يسوع المسيح جاء وقدم لك الحرية الكاملة وأعطاك هذه الحرية حتى لا تعيش بقيود ولا بأحزان ولا بإضطهاد ولا في أي ظرف أعطاك الاحتمال وأعطاك أيضا البرك ومدح المرأة هكذا يسوع المسيح وأختم بحادثة أن يسوع دخل مجمع لليهود وشاف امرأة منحنية عندها إنحناء وطلب منها تتقدم ووضع إيدي على المرأة فاستقامت الشيء الغريب أن رجال الدين اغطازوا لأن المعجز كانت يوم السبت فالرب يسوع قال لهذا رئيس المجمع يا مرأة هذه وهي ابنة إبراهيم وصفها ابنة إبراهيم لأنه بس اليهود المتدينين المعتبرين كانوا بيوصفوا حالهم أنهم أبناء إبراهيم مثل يحنى تمني إحنا أبناء إبراهيم لم نستعبد قط ولكن المسيح قال عن جاب الضرائب زكى أنه ابن لإبراهيم واتكلم عن هذه المرأة الضعيفة المنحنية وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت احكمه فطبعا الرب وقف مع هذه المرأة ونصرها وعالجها وشفاها ورفع من قيمتها ورفع من مستواها الرب مدح الأمومة وكرم المرأة واليوم أنت كامرأة يمكن بتقول ارتكبت أخطاء كثيرة وفشل كثير في حياتك وأريد أن أختم في هذه الدقائق الله لم يعطينا روح الفشل حتى الفشل بيجعل منه سلم لتصلق المجد وتذكر أيضا أنه خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان فهو يشكل في حياتك ولكن في هذا اليوم أعطي إعلان واضح وصريح وليله يا رب بما أنك أنت اهتميت فيي ورفعت من قيمتي وعليت مستوي وانت شايف أحزاني وشايف ظروفي وانت غافر خطيائي بغض النظر إذا عملت إجهاد أو أي يعني جرائم أخرى من زنة أو شهوة الرب هو غافر كل الخطايا الكبيرة والصغيرة ارفع عينيك للرب وقال له يا رب اليوم أنا بطلبك رب ومخلص لحياتي تعال أعطيني أعطيني خلاصك وانت رفعت قيمتي وأنا بسلمك حياتي اليوم وبصلي إذا هاي صلاتك اليوم تواصل معنا اكتب لنا ومنحب نسمع منك حتى نتابع معك إلى اللقاء اشتركوا في القناة